موسيقى نبدأ جولتنا مع صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونات تقنية جديدة تترجم كلامك إلى أكثر من لغة بنفس الصوت نجح الباحثون في تطوير تقنية تتيح للفرد ترجمة أي شيء يقوله إلى لغات أخرى متعددة بصوته وهو ما يعني أنه من الممكن أن يتحدث الشخص بعدة لغات دون الحاجة إلى تعلمها وإلى صحيفة الغد الأردنية التي عنونات جالكسي نوت 8 سيكون أغلى هواتف سامسونج تستعد شركة سامسونج لإصدار أغلى هواتفها الدكية حتى الآن في أيلول القادم وسيصل سعر الهاتف إلى حوالي 999 يورو أي ما يعادل 900 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية صحيفة الإمارات اليوم عنونات فيسبوك يطلق مبادرة لمكافحة الكراهية في بريطانيا أطلق موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي مبادرة في بريطانيا لتدريب وتمويل منظمات أهلية بهدف محاربة التطرف وخطابات الكراهية وتأتي هذه المبادرة بعد أسبوع من إعلان شركة فيسبوك عن خطوات قدمتها لإزالة محتوى الكراهية من على موقعها أما صحيفة القبس الكويتية فقد عنونات جوجل ستتوقف عن الاطلاع على بريد جيميل قررت جوجل توقف عن الاطلاع على محتويات البريد الإلكتروني لمستخدمي خدمة جيميل لترسل لهم إعلانات تتمشى مع اهتماماتهم علما أن المجموعة الأمريكية تعرضت لملاحقات وانتقادات في هذا الخصوص وصحيفة البيان الإماراتية عنونات اليوم خبر صادم لمستخدمي تطبيق واتس آب كشفت دراسة حديثة أن تطبيق واتس آب قد لا يكون آمنا كما كان يعتقد من قبل إذ عثر على عيب في التطبيق يمكنه الكشف عن موقع المستخدم بعد إرساله لرابط باستخدام التطبيق وتشير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يفترضون أن الرسائل المرسلة عبر الخدمة لا يمكن التعرف عليها تماماً قد تكون أقل حماية مما يعتقدون